السلام عليكم زيكم يا احلام طبعين عاملين ايه? يا رب دايما تكونوا بخيروا في احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض طرطة عجينة سكر بس انا اسمتها لجزئين. تمام? اه علشان الفيديو ما يبقاش طويل قوي عليكم. فالنهاردة هنعمل خطوات الكيك. يعني هنجلس الكيك وهنجلس الترطة من برة. اه طبعا بالجنيش. والفيديو الجاي ان شاء الله هنغلف الترطة بتاعت نبع عجينة السكر. تمام? اه يلا بينا نروح للتفاصيل. وقبل ما نروح بقى للفيديو ما تنسينيش اه لو اول مرة تشوفي القناة ما تنسينيش بقى بالاشتراك وتفعل الجرس. علشان يوصلك مني كل جديد. واهم حاجة ما تنسيش تصلي على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول حاجة انا معي كيك اه مقاس عشرين. عملا بسبونش بوني. اه البونش بوني انا بستخدم المتحدة ماركة المتحدة. الكيلو باتنين وعشرين وهو فيه باربع وعشرين على حسب اه كل منطقة حضرتك ديها. اه تمام? وحط عليهم الربع كيلو وبحط عليهم تلت بيضات وكمان زودت بيضة. اه والبيضة بتاخد تمانين جرام من دقيق. تمام? اه انا حطيت اه اربع بيضات وحطيت زي ما قلت لكم متين وخمسين وتمانين جرام كمان زيادة على البيضة الرابعة. وحطيت تلت كوباية من المية. مية عادية خالص من حنافية. وحطيت رشة فانيليا. ولو حبيت حطي رشة خلي حطي. وطبعا ضربتهم كويس جدا. اه واهم حاجة الفانيليا عشان ما ننساش. وحطيتهم في الفرن. قعدوا معي من ساعة لساعة لربع في حالة. وطلعتها بقى ستاعة لتاني يوم. قطعتها خمس اقصام او اه خمس اجزاء بالشكل اللي انت شايفها ده. تمام? اعملت طبعا الكريمة. عملت الكريمة معاكم كتير جدا قبل كده. وعملت معاكم برضو السبنش. اه لو رجعتوا لفدايات القديمة بتاعتي هتلاقوا كل حاجة انا شرحها بالتفاصيل. سواء الكيك الجاهز اللي احنا المشتريه. او الكيك البيتي. اه بلدي. البيتي العادي. تمام? عملت طبعا الكريمة لكل كوباية كريمة حطيت عليها. هي هتبقى بس هنحتاج كوباية بس من الكريمة او نص كوباية. كوباية الكريمة بتحط عليها كوباية ميساعة متلجة. اه نص كوباية او تلت كوباية سكر على حسب الرغبة. لو عندك باستر كريم بتحطي. وبتضرابيهم وطبعا بحط معلقة كاكاو ومعلقة موتيلا لو انت حابة مش حابة براحتك ممكن تسيليك كريمة بيتها. بحط كريسبي وكمان بحط مربح عليم. تمام? وهنا طبعا بجلسهم. بحط احطه بين كل طبعا طبقة او طبقة آآ كريمة وبحط كريسبي بوني وبحط مربح عليم. انا حطيتهم بقى في التلاجة لما ترتاح وتجمد وتشد نفسها. ويلا بينا نعمل الجناش بتاعنا. ده يا جماعة الجناش اللي هنغلب به ترطة عجينة السكر. تمام? هي بتتعمل بكريمة الزبدة او بالجناش طبعا اللي انت هتشوفوه معادة. طبعا انا مبحبش كريمة الزبدة فبتبقى تقيلة قوي قوي لان كلها زبدة. فهنعملها بالجناش الغيمة. تمام? معي هنا المكانات بتاعتي آآ شوكولاتة غمقة ومعانة كريمة لبينة. تمام? الشوكولاتة بتاعتنا بتبقى ضيع في الكريمة. يعني آآ مسلا نوع ربعمية جرام شوكولاتة خام. غمقة. بنحط عليها آآ متين جرام من الكريمة. وده اللي بتقيل في بعض الفيديوهات. لكن الموضوع خطأ خطأ خالص جدا جدا وخصوصا في الصيف. الربعمية جرام شوكولاتة آآ سواء غمقة او فتحة. بنحط عليها آآ يا جماعة مية وخمسين جرام من الكريمة اللبينة. علشان تمسك معانا لان الجو حر. تمام? انا حطة ربعمية جرام من الشوكولاتة. والشوكولاتة بتاعتي مش غمقة اوي الدرك الاوي. لأ هي فتحة شوية. نسبة الحليب فيها اعلى. تمام? فانا حطيت ربعمية جرام من الشوكولاتة. حطيت عليهم آآ مية وخمسين جرام من الكريمة اللبينة. دي كريمة طاي او كريمة خفط حلويات. ايا كان يعني. حطيت عليها. انا دلوقتي عملت حمام بخار. تمام? عملت سخنتي غليت مية وحطيت طبعا الشوكولاتة بتاعتي آآ في قلبها بالشكل ده بعد ما غليت. تمام? الجو حر والشوكولاتة معانا بتبقى فايحة آآ فطبعا مش بنحتاج لأي حاجة. تمام بعد الشوكولاتة بتاعتي مساحة كده الكريمة بتاعتي كات في التلاجة. لو انا حطتها آآ جبتها من التلاجة حطتها اعلى الشوكولاتة بالشكل ده. فهتسيح هتكتل معانا واتخرز معانا. فبنعمل ايه باطلع الكريمة بوزنها بادف فيها على النار الاول وبعد كده بحطها على الشوكولاتة بعد ما تفيح. تمام? هفضل بقى اقلب بالشكل ده ومعي طبعا المية لسخنة بتاعتنا اللي بتغلي. طبعا لو بردت شوية ممكن تحطيها آآ تحطي الحالتين كده على النار وتبدل يتقلبي. المية تغلي من تحت فهتطلع البخار فوق فطبعا هيزبط لك الدنيا على طول والشوكولاتة مع الكريمة هتربط معيك. تمام? آآ انا هفضل اقلب بالشكل ده لحد ما الشوكولاتة بتاعتي آآ تعمل معانا القوام المناسب وهوريكو ده ده بوقتي آآ انا قصد ايه? هنا خلاص كده بعد ما الكريمة طبعا دمجت مع الشوكولاتة بتاعتنا شايفين? شايفين دلوقتي? السمك بتاعها قد ايه? هسيبها بقى انا سيبتها نص ساعة ساعة اللي ربع لان الجو حر آآ لحد ما تجمد معنا. طبعا في المرحلة دي كان عدى نص ساعة كده او ساعة الا على الشوكولاتة على الكيكة بتاعتنا. فالكيكة طبعا ساعت. حطناه في التلاجة فهنيجي بقى نحط آآ الجنش بتاعنا. هنجلس الترطة بتاعتنا شايفين? آآ هنا معايا الجنش بتاعي مصبوط مليون في المية. تمام? آآ خدي بدلك من الخطوات دي جماعة. الخطوات دي حلوة جدا. آآ فهنا طبعا بعد ما القوان بتاعها تمسك شوية وبردت شوية خلاص كده. انا بحب الجنش بتاعي لما طبعا هعمل ترطة عجين سكر. بحب الجنش بتاعي بكون سلس بالشكل ده علشان اعرف افريدو. وطبعا مسافة ما هنحطه على الترطة. آآ والكيكة لما دخلناها للطلاجة آآ مسكت معنا وبقت ساعة. فالريدي لما هنحط الجنش بتاعنا على الترطة فهتمسك معانا على طول. آآ طبعا معاك كل الخطوات زي ما هن شايفين بالشكل ده. انا بجلس وكل ما بجلس بها بقى لقيها نزلت شوية فبرفعها. فبتمسك معانا على طول. وطبعا من غير ما تحطيها في التلاجة ومن غير اي حاجة لا بتمسك معاك وبتبقى تمام وزي الفل. تمام? زي ما هن شايفين كده الجنش بتاعي سلس وحلو جدا بدل ما يكون ماسك جدا 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 سبيل لما يبرد قوي وفي ناس بتحط في التلاجة وهي يغلبك جدا في التجليس وانت بتجلسيه وممكن ترعاك توجعك وكل شوية طبعا تسياحي الجنش تاني او تحطيها على حمام بخار لما يفك فلا الطريقة تي حلوة احتمزيها بجده تطلع معاك جميلة وزي الفل يمكن تغلبك من اول مرة تاني مرة تزوط معاكر وبني يحسي ما بين ايديكي وطلعي اجمل واحلى وابسط حاجة في الدنيا ويبقى شكلها شيء جدا وحلوة جدا جدا انا هفضل بقى اجلس بالشكل ده الشوكولاتة الزايدة طبعا هزبطها وطلعها تاني وارجع احط تاني شوكولاتة او لو فيه اي دفاهات طبعا بعدلها برجع اعدلها تاني وطبعا افضل احطه لو الجنش معايا جمد قوي قوي اغلي شوية مياه في حلة زي ما وردت كده في الاول واحطيها تحت الجنش والجنش هيفق معاك على طول هنا معايا سكرابر بالشكل ده بعيد عليه بالطورتة كده شايفين انا اول ما سحبت كل الزيادات من تحت لقيت فيه دفاهات ولقيت فيه مناطق طبعا مش فيها جنش فطبعا بزبط الدفاهات دي لانها بتبين جدا جدا في عجينة السكر تمام الدفاهات دي بتبين يا جماعة في عجينة السكر فلازم تكون الجنش او التورتة بتاعكم بتاعتكم من بره تكون ملساء وجميلة جدا ومزبوطة الى حد ما هنا بزبط كده هفضل بقى ازبط فيها شايفين هنا مسكت على طول خلاص كده بدأت ان انا كل ما احط الجنش هتمسك معايا وهارجع ازبطها هتمسك معايا وكل شوية هارجع ازبط معايا في الجنش بتاعي. وطبعا بتاعي او اللي احنا بنعمل بيها كل شوية نفضي الشوكولاتة اللي فيها ونحطها في المشطفها يعني تحت الحنفية او بميز تكون سخنة جدا. هنا خلاص كده بعد ما طبعا زبطتها بالشكل ده هارجع بقى هزبطها معايا شايفين مفيش اي دفاهات في الجناب. اه طبعا هزبط بقى الفوق برضو وهتبقى معايا جميلة وزي الفل وملساء زي ما انتم شايفين. بكده الفيديو بتاعي طبعا او الجزء الاول خالص. يارب بيكون الفيديو بتاعي عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسونوش بلايك وشير وتفعليك جرس علشان يوصل لك مني كل جديد. الجزء التاني هينزل وراه على طول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.